اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباح العزائم التي لا تلين صباح النصر الوطنين الصادقين المخلصين خذت حروب انت بجد بش وليت جنيرال حرب خذت جوز حروب بجد بشني اذا كان ابار حرب القرم اه حرب ضد الشرندي الشرندي معناها وضد التحالف متاعو مع البرندي ضد الشرندي والبرندي بجد هذي حرب معلوف هذي هذي حرب داخل المدن مش في البحر شهدت الاسطول هذيك اسطول نابوليون بونابارت البداية بتاعها بعد مشينا في وسط في اي معركة ان هزم نابوليون بونابارت ضد الانجليز ولا هو هزم الانجليز هو هزم الانجليز لا في بالي الانجليز هزموه لا سولي والله منعف نار في اليوم لا عاعد لا عاعد ايه واترلو واترلو ايش نايا واترلو اه فما اسطول منهم الدكدك الانجليزي ولا الفرنساوي عادي يا جماعة الخير لا لابوليون اربح عادي في واترلو خسر في واترلو خسر ذهلي واترلو في واترلو خسر ماركز انتي خليك في معركة الشرندي والبرندي لحظة لحظة في انتظار نسلم على غازي معل اسباح الخير اسباح النور ان شاء الله نهاركم مبروك لناس كل ان شاء الله بداية اسبوع بده زيان بارتي خدر الليواء مصري هو الليواء مصري اما بعد ما فات الحروب الكل مع السلام مع كام بدايفيد ولا الليواء غازي مع الله ايه ايه مع ابو غزالة ايه ايه ان شاء الله ايام القادم اسمه اخبار طيبة من غزة يبدو انه في اخبار مفرحة سرحان في الاسانسار قليصية الشعب الفلسطيني والمقاومة ايضا هو قتلي فما الهدنة خمس ايام وفما التبادل اسرع سبعين مش خمسين حماس موافقة على طلق صراح سبعين اسرائيلي مقابل مجموعة من النساء والمراهلقين المجيونية في السجون الاسرائيلية وهدنة يقال ان سكون بين خمسة لستة ايام لتبادل الاسرع تبادل الاسرع والدخل مساعدات الغزة طبعا ان شاء الله هذي الاخبار يكون هذي بداية الانفراج مقدمة ان شاء الله نزم في وترلو بتبيع ملا تفدلك ملا شنو اخر معاركو اخر معاركو اختبرتك كذلك اختصاص شراندي براندي يوم فهم مش معارك الكبيرة 1815 معاركة وترلو معروفة سنية دهمين اسباح الخير سباح الخير سباح الفل للناس الكل ان شاء الله نهاركم مزين ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله بداية اسبوعة كما بداية الاسبوعة متاعي نهار 3 تفددوك نحسر روحي منقطع عن العالم اسبوح حيوف نهار 5 يبدأ من نهار 3 وبعد يشكيو يحكيو ع الشعب ويحكيو على عبد الكاتح ويحكيو يسر خدمت يا حيات صونية دهميني لا صونية ما تحكيش عشا يا ساعة تبدأ لا تحكي عن النور ولا شعب شعوب شنو شفت غازي مع الله على اينا شعب تحكيو كينكم تحكيو على كل مواطن تونسي حمل الجنسية التونسية راهو شعب كين تحبوا تقسموا الشعب متاعنا ومتاعكم وانتم واغني وفقير وخماري راهو الشعب الشعب كل واحد حمل جنسية تونسية ومع تجزيق المجزة وعلى فكرة اللي براحل نسمع في منبر اعلامي قالوا لك انا جيب تزيني معاش تحكي باسم الشعب قول راك قبلت زوز ولا تلاثة قالوا لك الكلام ما تقولش راهو الشعب قال لي والناس قالت شكون اللي يقول في منبر اعلامية معناها بخصوص وقت اللي قلت انا راهو قبلت عباد والناس كل ضد اللي عملوا صبر قالوا لك راك قبلت واحد